بسم الله الرحمن الرحيم معاكم الدكتور ناهد طاهر المؤسس والرئيس مجلس الإدارة لمكتب بذور للاستشارات أو SEEDS Consulting طبعا قبل كده كنت الرئيس التنفيذي والمؤسس لبنك غالفون في البحرين المركز الرئيسي وغالفون كابتل في السعودية كنت دعيسة مجلس الإدارة وأيضا لو فروع في ألمانيا والكويت طبعا هذا إنشاء بنك غالفون للبنية التحتية لتمويل البنية التحتية كان نقلة نوعية في عالم التمويل في الشرق الأوسط ككل أنه لا يوجد قبل ذلك كان أي بنك لتمويل البنية التحتية بالخصوص فكان أيضا هناك كثير من التحديات لتمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط لأن الخصخصة في الشرق الأوسط كانت في بدايتها وحينها عندما أنشئ البنك في عام 2006 كثير من المالكين أو الشيرهولدرز في البنك كانوا مؤسساتيين وكانت دخلتهم أو دخولهم في مجال تمويل البنية التحتية جديد من نوعه وأيضا الصفقات التي كنا نعقدها كانت أيضا جديدة من نوعها فمثلا مولنا مع مجموعة بن لادن مطار الحجاج بمدينة جدة وكان معنا إيربورت ديباغي وكانت هناك الكثير من التحديات حتى تصبح الديل زي ما يقولوا بانكابول أو مصرفية وعندما تم تمويلها الحمد لله تم تمويلها بشكل إسلامي 100% وحصلنا على جائزة من يورو موني كأول وأفضل صفقة إسلامية من هذا النوع اللي هو بي تي او بيلد ترانسفير ان اوبريد مما جعل الحمد لله هذا أحد أكبر النجاحات للبنك ثم تلا ذلك الكثير من الصفقات في مجالات الصحة والتعدين والكهرباء والمياه والمنتجات الطبية قبل ذلك طبعا وهذه كانت نقلة نوعية في حياتي العملية عندما أيضا عملت في البنك الأهلي بعد عودتي من بريطانيا حاملة شهادة الدكتوراه في التمويل الدولي وكانت رسالتي عن النظام البنكي في المملكة واضطرابات أو الإمبالنسز عدم التوازن في موازين الريالات والتي كان يهتم بدراسة التمويل أو الديون المعطاء للحكومة والقطاع الخاص وكيف تؤثر على الاقتصاد السعودي ومن خلالها رأيت أنه التمويل كان يوجه إلى قطاعات استهلاكية مما يؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي فحينما عدت طرحت على البنك الأهلي أن أقدم لهم استشارات فعرضوا علي وظيفة في البنك وكنت الأولى كسيدة ومستشارة اقتصادية للبنك ومستشارة مالية ضمن أربع لاف رجل كان تحدي كبير ولفت كثير الأنظار إلى البنك الأهلي ولكني لم أأخذ ذلك كانتصار أو أني سيدة ودخلت مجال البنوك وإنما أخذته كتحدي كبير لتغيير مسار البنوك نحو التوجه الاقتصادي أكثر من التوجه الاستهلاكي ومساعدة البنك الأهلي في ذلك ولكن عندما جاءت طفرة ما يسموها بطفرة سوق الأسهم أخذت توخيت الكثير من الحذر في ذلك وحاولت النصح خلال وسائل الإعلام وخلال كتاباتي للمقالات وخلال استشاراتي داخل البنك وخارج للعملاء بأنه يحدوا من استثماراتهم في هذا السوق لأنه بدأت تصل إلى الببل أو إلى الفقاعات وكنت أخشى على المملكة كثيرا من حدوث الأزمة المالية في سوق الأسهم وقد سبقتها في ذلك شرق آسيا سبقتها في ذلك أمريكا من خلال الاثنين الأسود وكنت أحذر كثير وبالأرقام وبالتحليلات واحتساب معدلات المخاطر ولكن للأسف لم يستمع أحد ووقعت الكارثة أيامها أعتبرها كارثة مالية لأنها قضت على أغلب الطبقة المتوسطة في المملكة وهي المحرك لنمو أي اقتصاد عالمي فقبل أن تقع الأزمة خرجت من البنك الأهلي وقررت أن أقوم بعمل بنك في البنية التحتية وهو غلفون والحمد لله نجحت في ذلك بعد 12 عاما من قيادة هذا البنك وكان رأس ماله 100 مليون دولار وأصول تحت الإدارة كانت حوالي 2 بليون مما جعلني أقرر أني أتنحى جانبا وأتركه لشخص آخر يديره وأنا أقوم بخلق المزيد من الشركات والمؤسسات المالية لأنني كنت أجد هناك بعض المعوقات والصعوبات في أدامات التمويل طويلة الأجل من أجل التمويل البنية التحتية خاصة والقطاعات الإنتاجية فأردت أن أكون في مجال الاستشارات لفترة حتى أستطيع أن أجد البديل التمويلي الأنسب خلال ذلك تم تعييني على مجالس إدارة الكثير من المؤسسات العالمية والمحلية وبعض الجامعات أيضا مثل جامعة آيم دي ويشاركني في مجلس الإدارة كبار رؤساء الشركات العالمية أيضا تم انتخابي أو تعييني في مجلس إدارة جامعة لانكستر وأيضا خلقت هناك مركز للتمويل الإسلامي للبنية التحتية وهو الفريد من نوعه أيضا لأنه تمويل إسلامي في مجال البنية التحتية فقط ودعمته من خلال الكثير من التمويلات وحصلت بناء عليه على البروفيسوريالشب أو الأستاذية من جامعة لانكستر أيضا تم قبل عامين تعييني كأحد أعضاء مجلس الإدارة الاستشاري لقمة العشرين وحضرت قمة العشرين في عدد من الدول كان أكثرها قربا إلى قلبي في تركيا حين تحدثت عن تمويل البيئة ومشاريع البيئة وكيف تستطيع أن تنجح الدول الإسلامية وليس العربية فقط في أن تنوع اقتصادياتها وتصعد بنموها الاقتصادي إلى أعلى المراتب من خلال تمويلات مشاريع البيئة وفي نفس الوقت الحد من التلوث العالمي والتغيير المناخي اللي حاصل في هذا العالم وأثره السلبي على اقتصاديات الدول والكوست اللي يكلفها الدول الكوست الاجتماعية والتكلفة المادية أيضا على هذه الدول فيما لو تفادته يعني كل التلوث هذا يمكن أن يقلب إلى دولار ساين أو إلى مال أو ثروة بدلا أن يكون معوق للتنمية والحمد لله كانت من أحد مبادئ التمويل عندي دائما وما زالت أنه لا بد أن يكون المشروع صديقا للبيئة المشروع يخلق فرص عمل على مستوى عالي من المهارات للشباب سواء كانت داخليا أو خارجيا التكامل وليس البدء من الصفر وإنما التكامل من حيث انتهى الآخرون والأخذ بخبراتهم والشراكة مع الشركات العالمية والشراء في الشركات العالمية في التقنية الصناعية والدخول بها إلى المملكة اشترينا في ألمانيا شركات تعمل على تحويل محركات السيارات إلى محركات خلفيفة مثلا من الألمونيوم وبالتكنولوجيا وبحق المواد معينة تستطيع أن تكون بقوة الحديد مما جعلها تستخدم البنزين 40% أقل ودخلت BMW شريكا معنا في هذه الشركة هذه إحدى النجاحات التي أعتز بها جدا أيضا دخلنا في شركة رويل ايرو التي هي تعمل تدوير لمحركات الطائرات واستطعنا أن ندور الكثير من المحركات القديمة والتالفة إلى قطع غيار وتم بيعها إلى لوفت هانزا إلى الخطوط السعودية إلى كثير الخطوط الكويتية وهذا أيضا أعتز بهذا النجاح فكون السعودية تكون السعودية وأموال المستثمرين السعودين تكون جزء من هذه الشركات يكفيني فخرا وامتلاكا للتقنية وأن شبابنا يدخل في هذه المجالات ويبدأ عالميا هو إن شاء الله المستقبل للاقتصاد السعودي نشأت في سنوات دراسة الأولى في الطفولة في هيوستن حيث كان الوالد يدرس درجة الماجستير فقضيت خمسة سنوات من دراسة الأولى في أمريكا ثم ذهبت إلى الكويت حيث أكملت دراسة المتوسطة وبعضا من الثانوية ثم أعدت إلى جدة وكملت دراسة الثانوية في دار الحنان وتخرجت بمجموع 98% وكانت الجامعة ترفض أن أدخل تحاول أن تسنيني عن دخولي إلى الاقتصاد والدخول في الطب ولكني تشربت الاقتصاد منذ نوعومة أطفالي وأصريت أن أدرس الاقتصاد وفعلا درست الاقتصاد تعينت معيدة في الجامعة ثم أكملت دراستي للماجستير وبتعدت لإكمال دراسة الدكتوراه في بريطانيا واخترت جامعة لانكاستر كونها إحدى أفضل الجامعات الأوروبية في مجال الاقتصاد وكان تحدي بالنسبة لي كبير لأنه في ذلك العام تم اختيار ثلاثة فقط لدرجة الدكتوراه في الاقتصاد كنت أنا إحدى هن وكنا بالصدفة ثلاثة سيدات في السنة الأولى تم إخراج أحد الطالبات وقالوا أنت مستواك ليست من مستوى الجامعة بعد سنتين أيضا تم إخراج الطالب الثاني وعطوها درجة الماجستير فقط أما أنا فالحمد لله حصلت على الماجستير والدكتوراه بتفوق وأكملتها في أقل من سنتين مما أعطاني تفوق على بريطانيا كلها لأنه لم يسبق أن يحصص هذا في بريطانيا أن الطالب يحصل على الدكتوراه في أقل من سنتين فالحمد لله كان الموضوع عن الموازين السعودية في الريالات أو موازين الاقتصاد السعودي المالي وعدت بكثير من الأفكار في تغيير القطاع المصر في السعودي والقطاع المالي عموما في السعودية والحمد لله وبفضل من الله دخلت هذا المجال بقوة في عدة قطاعات ومما كان لي مدرسة وموسوعة من الخبرات في كافة القطاعات الإنتاجية تعلمت كيف يتم تمويل الطائرات تعلمت كيف يتم تمويل تدوير النفايات تعلمت كيف يكون تدوير تمويل المياه الكهرباء تعلمت كيف يكون التعاون بين الشركات والشراء في الشركات الأجنبية ودمجها مع الشركات الخارجية المحلية مما أعطاني عبءا أكبر أحسسته على كاهلي أنه لابد أن أستمر وبقوة أكثر لمحاولة دعم الشركات المحلية وتنويع الاقتصاد السعودي نحو العالمية في عام 2014 الحمد لله تمكنت من نشر كتابي Energy and Environment in Saudi Arabia Concerns and Opportunities الطاقة والبيئة في المملكة العربية السعودية فرص وتحديات هذا الكتاب ليس كتاب نظري يسرد نظريات أو توجهات سياسية بل هو كله توجهات اقتصادية كيف يمكن الاستفادة من التلوث أو النفايات الموجودة في المملكة وتحويلها إلى اقتصاد منتج فنضرف عصفورين بحجر أنه نخلص من التلوث في المنطقة في كافة مجالاته ونحول ذلك إلى دولارات أو إلى عوائد مالية ضخمة تدعم الاقتصاد السعودي من أكبر المجالات التي تم التحدث عليها واستسابها رقمياً ووضعها في نموذج اقتصادي رائع هو كيف نستفيد من الكاربون اميشن أو انبعاثات الكربونية وتحويلها إلى أموال نقدية من خلال استخدامها في أبار البترول لضخ البترول إلى الخارج من خلال استخدامها كمغذي للغابات أو النباتات وإنتاج الأكسيديجين من النبات بدلاً وصحب سانيكسيد الكربون أيضاً في استفادة من المياه المصارف وأخذها وتحويلها إلى مياه للري وزراعات الكثير من المحاصيل أيضاً استخدام البلانتيشن تكنولوجي أو التكنولوجيا الزراعية قثرها الإيجاب على الاقتصاد السعودي كل ذلك وضع فيه أرقام وأيضاً تم اقتراح إنشاء وزارة للطاقة ودمج وزارة البترول مع الأرامكو ما إلى ذلك وهو ما حدث الآن بفضل الله فكانت لنا رؤية جميلة في تحويل الطاقة وقطاع البيئة إلى قطاع منتج إيجابي في المملكة بدلاً من حرق البترول خاصة في إيجاد المياه والكهرباء للدولة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر